وكما نحن اليوم نتحدث عن إسلامين كما يقول الإمام الخبيني قدس الله روحا الإسلام المحمدي الأصيل والإسلام الأمريكي وربما البعض كان يؤاخذنا كثيرا على هذه التقسيمات لكن ببركات طوفان الأقصى أصبحت القضية أوضح من الشمس في رابعة النهار هناك إسلام أمريكي بامتياز يبارك قتل القادة يسمي رجالات الله رجالات المقاومة إرهابيون ويقفون بقضهم وقضيضهم كل الأنظمة العربية إلى جانب الكيان الصيوني وبعض الأنظمة وغالبية الأنظمة الإسلامية هي تقف موقف متفرج إذن هذا يمثل ثمة تتميز كبير لو لا وجود المراجع لما عرفنا معنى الإسلام المحمدي الأصيل هذا أولا؟ نعم القضية الثانية بالتأكيد وجود مراجع دين عندما نتعاطى مع قضايا بسيطة تجدين كل المسلمين من أتباع أهل البيت على وجه الدقة يتحرون الحكم الشرعي الصحيح حتى في المسائل الفردية هلال شهر رمضان صيام حاج غيرها مسائل عبادات يذهبون إلى المرجع فما بالك عندما تكون القضية قضية الدم قضية قضية عقيدة قضية قضية أرض قضية قضية إنسان بما هو إنسان ولكن هناك من يحرف أستاذ جمع خلينا نكون واقعين يعني بيان السيد السستاني فيما يتعلق بلبنان حرف كثيرا البذل فقط الإغاثة فقط المساعدة لا يجب أن نقاوم يعني حرف هذا البيان أو فهم بطريقة خاطئة ويجب أن لا نستغرب بل يجب أن نستغرب عندما لا يحاول البعض أن يحرف بيان المرجع على السيد السستاني لماذا؟ لأننا نعيش في أمة جزء ليس بالقليل منها هو مع المشروع الأمريكي بل الغالبية مع الكيان الصيوني هؤلاء المثبتون الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا إن بيوتنا عورة الله يقول وما هي بي عورة إن يريدون إلا فرارة هؤلاء المثبتون هم جزء من المشروع نحن الآن عدنا فرز خنادق بكل ما تعنيه الكلمة حتى قد تكون في داخل البيت الوحد هذه بركات الإسلام الذي يميز ما بين الحق والباطل أمير الممونين عليه السلام ماذا يقول يقول كنا مع رسول الله نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامنا ولا يزيدنا ذلك إلا إيمانا وتسليما القضية بعد ما عادت قضية هذا ابن وطني يكون أسمع له بالضرورة ولا ابن قبيل تكون أسمع له المعيار أصبح معيار حق وباطل فهؤلاء الذين يقولون بأن المرجع الأعلى السيد السستاني يريده فقط من بياناته هي مساعدات إنسانية كيف والإمام والمرجع الأعلى السيد السستاني يقول لا يمكن في بيانه للمنطقة أن تستقر إلا بزوال الاحتلال كيف يمكن أن يزول الاحتلال بالمساعدات الإنسانية كيف يمكن لنا أن نفسر الأمام السستاني وهو يدعو العالم كله بضرورة الوقوف مع الشعب الفلسطيني كيف يمكن لنا أن نفسر قول السيد المرجع الأعلى السيد السستاني عندما وصف قائد محور المقاومة الشهيد حسن نصر الله بأنه بذل جهده من أجل قضية فلسطين هذو الوطنيون عدنا بالعراق المطبعون عدنا بالعراق اللي يقولون علينا أن نسير بسياسة عن النفس